مريم بهذا المحور نحكي مواضيع عامة ومختلفة عم بتسير على أرض الواقع هلا مؤخرا شفنا تأثرك الشديد بموضوع سوريا والمجازر اللي عم بتسير هناك وخاصة آخر مجزرة مجزرة حلب وشفنا تأثرك الشديد اليوم على المكشوف شو بتقولي للرئيس بشار الأسد ولا كل المشاركين بهالحرب اللي صار لأكتر من خمس سنين هلا أنا بدي أحكي موضوع موضوع أنا ضد القتل والحروب وينما كان بس آخر شي الحرب ليه في حرب لأن كل واحد بدي يثبت وجود كل واحد بيعلون الحرب لأنه في محل معين هيدا بدي يثبت وجود على الثاني ومش قابل يتقبل الثاني بيصير في حروب وحروب تنروح عمئن وفلسفيا موجودة لتخفف من العالم لأنه إذا ما فيه عمراض ما فيه حروب العالم بتفقس شو بيصير عم بحكيكا لأساس غير عن الموضوع اللي عم تستقلني عمئة أكتر الحرب اليوم موجودة لأن العالم عم تكتر كل واحد بدي يثبت وجوده بيصير في حروب لا تقل شوية من العالم خاصة نحنا عنا بالشرق الأوسط هلأ أنا من النوع ضد وقته بشوف قتل أولاد وأمر أم نتأثر نوعا ما بس يمكن المطرح التاني اللي هو عم بيضرب هو العالم مبسوط لأنه عم بيعتبر أنه هو عم بيثبت وجوده إن كان من هالمايلة أو من هالمايلة عم نحكي عم أكتر تعتبرية أثبات وجود أكيد الحرب شو هي الحرب اليوم ليه صار في حروب نابوليون بونابارت عمل حروب وهتلر عملوا حروب كل العالم ليه عملت حروب لا تثبت وجودهم أكس يوغسلافيا أنا نصة سربية ما كان في شيء اسمه سربيا كان في شيء اسمه يوغسلافيا صار في حرب تثبيت وجود نقصمت البلد صار فيه اليوم السرب صار فيه نقصمت الدول الدولة يوغسلافيا اللي عم بيصير بسوريا نوعا ما يمكن بلشت بطريقة حقوية إنه الشعب عم بيطالب صارت قصة تثبيت وجود هلأ أنا يمكن أعلن الحرب هلأ علي إذا بدي أقول أرائي الخاصة بس أنا مني ضد بشار الأسد أنا ضد أكيد لأنه كل حرب فيها أزا فيها وجع فيها أولاد فيها أنا أكيد مني ضده لأنه ما بدي أفوت بأسس ضيقة لأنه يمكن بعتبر أنه بلد مثل سوريا ما فيك ترخيلة لملأة لأنه ما بيعرفوا شو يعني ما كبروا فيها ما تعلموا معاودين نوعا ما على الدكتاتورية نوعا ما وهيدا الدكتاتورية بهيك دول ما بتمشي غير الدكتاتورية لأنه ديموكراسي بدأ بدأ فلسفة بدأ وقت لنوصل مثل أمريكا اليوم ما فيك تقولي ما بتخافي اليوم الردود الفعل أنا معاودة على الردود الفعل أنا لك بحكي شو أنا بشوف في دول بدي في ناس بيعتبروا بشار الأسد هو السبب الرئيسي بهيدا الحرب اللي عم بتصير أراء الناس قالت لي كيف بلشت نحن عم نشوف الحرب والأذى أنا برمتلك الموضوع ما رح تديرك لأ أنا بأيد أو ما بأيد هين كتير أنا تحمقت الوجع ما بتحمل شوف أي الطفل اليوم عم بيموتوا أطفال عم بيقوس عليهم بشار أنا أكيد أنا ضد كهالوجع كهالشي اتأثرت وحتى كتبت بيان تأثرك الشديد بتأثر وببكي يمكن بس أنا هيدا تصبيت وجود آخر شي كان فيها الأمور توصل لغير طريقة بدهم ديموكراسية بدولة مثل بلد مثل سوريا منا معودة على الديموكراسية كيف اليوم تطلع من الديكتاتورية للديموكراسية هيك ما بتصبت شوي شوي حكوم معه بطريقة قربه بس اليوم مريم عم تحكي عن الديموكراسية والديكتاتورية وبحترم رأيك وهالعمق اليوم عم تحكي سياسي يعني قليل ما مشوفك بهذه الطريقة اليوم بس ما بتعتبر أنه الشعب بحقله كمان ينتفد ويطالب بديموكراسيته أكيد بحقله ينتفد بس أنت عمين عم تنتفد ما أنا ضد بذات البلد متل ما صار عنا بلبنان نحنا صارنا مراقنا بذات المشاكل نحنا شو عملنا عملنا حروبة فتحنا جبهات وقتلنا بعد اليوم في ناس بلبنان سي سوريا تثبيت وجود شو عملوا أعلنوا الحرب ضد بعض قطلوا بعض وانا بعضوا اللبناني مع اللبناني بديك تعرف بالسياسة بديك تعرف إذا عندك أراء بديك تواصل في طريقة إذا جيت هجمت عبشار وأنا والله والله وبدأ أطلع بديشيلك من محلك هو ما حي يترك حاله تشيلي من محله لأنه هو صلو من جد 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 جده يعني هي صار منه دولة منه بلد يعني متصار مثل الملوك يعني صار كل واحد مثلا البي من الجد نظام ملكي ما فيك تجد شي خلينا إنقلك من سوريا أنا على لبنان على مواضيع لبنان بما أنه اسم الله عندك عمق ببعض الأفكار يعني تفضل نؤخرا عم نشوف هالنساء اللي عم تتعرض لعنف جسدي من أزواجها ومن الرجال وعم بتقدي لنتيج ملنا حلوة أبدا عم يوصل للضرب لحد الموت شو ما وقفك أنت من هيدا الموضوع في أحكي بعمق وبصراحة ما عم قلك لأنك عم تحق موضوع المرأة اللي عم تكلها قتلى وخبيته قواس بالبيت هيدا الموضوع ما أنه فينا أنا أقول حرام المرأة وبأنه أنه أفحد المرأة وأنت المرأة اليوم في شعوة بتربية البنت عم نرب البنت للخضوع أنه أنت مرأة أنتك تتجاوز تتضبضب بالبيت بسر عمريك عشرين خلاص إلا بديك تتضبضب خلصنا القانون ما بيحميها أي قانون اليوم بيحمي المرأة بتروع عند الدرج بتبكي وبتهوبر وبتولوين يلا على البيت بتجي مكسورة بيطببة حبيبة برجع بحبي بيضبها بالبيت في مشكلة عند المرأة يعني المشكلة بالتربية هي المم الأم الغلطان هلقات بتغنجه لأبنا وحبيبة ويقبرني ومو بعرف شو أنت الرجل وأنت نحنا عشواء أنه بتحس شي ملك بيخلق الولد كأنه شي ملك يعني أنه ما حدا خلق رجل خلق يعني عنده زيزي يعني أوف يعني شي مهم كتير يعني شاري أنه بليز كمان في مساوات بس المساوات بالقانون منه موجود وقتا ما بيكون موجود كيف الأم بدأ تربي كمان ابنا أنه هيدا بدي يمسك اسم العيلة هيدا شي مهم تابنتي اليوم باختصار بما أنه نحنا وصلنا لنهاية هيدا الحلقة شو بتعتبر المرة اللي كل يوم عم تنضرب شو لازم تعمل أول شي من أول خبت مسبق هيدا تعلموها مني من أول مسبق لأنه شفت كتير حوالي ينسوين حدا سبك لا يعني بربي بس المشكل لك إذا ضربك شو بتعملي بأوسو أنا ما تماعي ما في لأ أنا شخص كتير من أول الطريق بس ما بوصل لها المرحلة لأنه الضربة ومن بعد الضربة تنزرع مخك اللي طبختي وبعدين يمكن تتقوص بين إجريك وثالث مرة بقلبك على أمل ياخدوا بنصاحك ويكون عندهم جرأتك قبل كل هيدا الشي مريم وصلنا لنهاية هيدا الحلقة وبنهاية كل حلقة نحنا منستقبل ضيف أو ضيفي ضيفي أو ضيفي بيحكوا قصته معي لين قصتي ما بعض لأنه ما قلت لحدا ما نحنا لا تقول هاي مفاجأة بتكون ما بتحب المفاجأات حسب يا الله يستر خلينا شوف ساوى مين ضيف؟ يلا خلينا شوف ساوى مين هالضيف وين في ديف ما بأشى فتشي علي خبيينو قال وينو هيدا الضيف همفرجيكم الفستان زينا حلبي كتير حلو محمود. محمود سيّد كيفك؟ منية؟ تفضل. محمود، ما تعمل هنا؟ تفضل. هلأ منقلك. منّقل لك؟. يا محمود. ما كنتم خبيّينه ما قالنينه مفاجأة. المفاجأة لم لا تنفرج إليه. قبل ما أسمع قصتك أنت ومحمود خلينا نشوف سوا هذا الفيديو مريم مريم مبسطة بهالمفاجأة أنه أكيد مفاجأة كتير حلوة لأنه أنا ومحمود في قصة يعني صار في قصة من ورا هيك شي فجأة سيئة بتكندي محل معين خلينا نسمع من محمود اليوم خبرنا قصتك يا محمود هي القصة أنه أنا كنت عمشتغل بالأبسة بعبسة ضي هلأ أطعت مريم بالهمر أطعت فاتت معروفة مريم بالهمر البنك أطعت بكارت وفاتت أنا قلتلي رفقية لك إجت مريم هلأ شو يعني طلل هلأ بدي نطلع بدي إلا هيك شي شاعر حلو عما هي لما طلع لطل millise قالت مرحبا قالت لي أهلاء فيني اقدك شي قالت لي لا قالت لي زرعة قلت له لا فقل لي مرتين إنه ليس إنه مطريقة أنا قلت لها أم هي مدى تفعل قلت لها أنا إذا ما توردك لا لك خليها لاحظة 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 خليها لاحظة لا يطلع صوتك هالمرة إن شاء الله ما أكثر سيطلع صوتك هالمرة ما هنقفل أبداً محمود صوته عالجاد بكتير حلو صوته بعقه كتير حلو يلا قل لي بدك ما هنقفل أبداً لا تقولي لي ولا بقليك لا قال يا مريم لا تقولي لي ولا بقليك سألي قلبك بيدلك من الله حظ مع الدار وش شو بتريدي بعملك اkaa انا لح خبرك... ما زال ما عندك خبر ابحال يا مريم oh انا لح خديك معز 謝謝 ما عندك خبر وش بحب فيكي بالمفيد المختصر قال لي بحبك تكوني غيمتي وكون المطر قال لي بحبك تكوني ريشتي وكون الوتر ولكن إزاش يوم عبالك خطر تكوني أمر منطال إلا بالنظر لك لح أنجبر أعمل زنودي غيمتين ولفك مثل ما الغيم بلف الأمر يا أمر يا أمر بسم الله عنك استمع الصوت مرسي محمول يعني محمول شمعتوا الصوتو شو حلو عنجل هيدا المويل هو يمكن لأدى لطردك من شغلك في شغلة لحظة جاعت لقيت شغل على فكرك بدأس ألك السؤال اي شو صار معك محمول أنا عم بشتغل كل نهار سابت اكسترا يعني بمحل بشارع عن طلياس عم بشتغل كل نهار سابت بعد ما تسببت محمول ملقيت شغل مظبوط يعني بعد ما ملقيت شي طب شفت أنا حيضا الموضوع عم جد بيستفزني لأنه ما هتشو مثلا أنه قبل أنه أنزار ما طلع له أنزار ولا شي بيكتشف تانيوم لأنه إنسان صوته حلو عابيله يغني وين أخر الليل يعني مش أنه كانت ساعة عشرة يا ساعة فادي كانتش ساعة عشرة يعني ما عشي عم بيسكر العب الساب بس خلينا نردح أكتر للمشاهدين هو زعب من شغله لأنه غني لك بس وما هتشو أنزار ما اسمه ويل لأنه بيحب يغني وكانت لابس تياب الشغل يمكن كانت لابس تياب الشغل فأني ما تقبلوا هيدا الشي طب أوكي بس ما بيعتوه أنزار قبل أنا هيدا الموضوع صدمني وزعلني لأنه اليوم في لبنان كتير صعب تلاقي وظيفة اليوم أنه عن جد واحد بيلاقي وظيفة ويتثبت هيدا الموضوع أنه أنه هيك يلو ما حاولت تسعدي لقي وظيفة؟ أنا حطيت أن فيسبوك وطلعنا بالأخبار يعني أنه طلعنا بالأخبار هلأ فيه ناس بس أنه بتعرفي العالم أنه صعبة تلاقي وظيفة اليوم صعبة بس أنه أكيد حيجي شي يعني أنه أكيد إن شاء الله بتمنى لك أنا تلاقي وظيفة من بعد هالحلقة يلا إذا حالا عنده وظيفة لمحمود إن شاء الله بليز لأنه عن جد بليز لأنه مش مسموح اليوم إنسان ضغطور ومهضوم وصوته هلقات حلو قعد بلا وظيفة بالبيت ليه لأنه غنى غنى على أمل ما تلاقي وظيفة غنى شو بتقول لها مريم على المكشوف اليوم؟ أنا صراحة بحبها كتير من كل قلبي بحبها يعني لما شفتها فاتت يعني أنه أجت مريم أنه منعرفها فناني ما معروفة يعني أنا قلت بركي أنه هلأ كلهم هم هي شو عملت قلت لي بدي صورك فيديو هم صورتني فيديو نزلته هم شفوني هولي أنه بلا شو يحكو كذا يا لأ حقالي شفتني أنا أبسطت أنه غنيت لها بركي لا إن شاء الله من بعد هالحلقة بتلاقي شغل إن شاء الله أنا يعني بشي عن جد تعرفي بدأ أقول شغلي للحالة نحن عصلنا لنا نهاية الحلقة تفضل تفضل العالة عم بتشوف شخص مشهور مش كل يوم تلتقى فيه عرفتي يعني أوقات أنه أنه بينبسطوا بيعبروا مش أنه إذا أنت عبرت مش أنه لمن ما كان يعني مرأ أنه أي واحد عم بيغنى ويتسلى ويهرقه شاف ساقة بتلعب وجهه شخص مشهور أنه بحبه طب وين المشكل هيك دغرة بيكبوه من شغله إن شاء الله بيلاقي الشغل أحسن إن شاء الله يا محمود إن شاء الله يصير مطرب كبير كمان إن شاء الله إن شاء الله يكون وجيك خير عليك إن شاء الله يا رب أنا بدي أشكرك محمود السيد أهلا وسهلا فيك نورتنا بس صوت الحلو محمود أنا كتير مبسطة مريم صلنا لنهاية هذه الحلقة دجا خلصت خلصت بسرعة شفتي معك كل شي بيخلص بسرعة تانكي مع أنه اليوم تنزلنا عم كم شغلي كرميلك هلا بلا أنا معلي بس أنه هذا أحسن لي تعرفت بفضل في أصاس ما تمره بس أنت بتحرزي من حبك عشان هيك أنا عن جد قلت دجا عن فيسوك ما بأطلع انتروفيو لو ما بعرف أنه أدي أنت برنامجك حلو اسمه على المكشوف لأنا الاسم كتير بحبه وأنت إنساني راكية ومحترمة وتعرفت عليك من قبل نوي أطلع يعني ما كتير بحب أطلع انتروفيو أنا بدي أتشكريك بدي أشكر وجودك معي وأنا بدي أتشكري كتير بدأتشكر أوتيفي بدأتشكر زينة حلبي بدأتشكر مي ميكوب آرتست جرسي أكيد جوليانو أسمر داشينج ديفا ومي فوتوغرافر جابي نخلي بدأتشكر كل العالم دايما بيو أفحدي أحبك بالإطلال الحلوي شكرا 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 مشاهدينا لهم بتكون انتهت حلقتنا مع شخص استثنائي شكرا وانت كمين شكرا على أمل أن تكون نالة أعجابكم ونشوفكم الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت اشتركوا في القناة